بسم الله مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي الفيديو الحالي هو معلومة سريعة ومباشرة في برنامج الاسسي تايم تابل برنامج جدول الحصص الالكتروني لعمل حصص وجدول حصص للمواد والمعلمين والفصول والحجرات الدراسية كل حاجة يعني هنعمل النهاردة هنضيف صف في عند ده الطباعة يكون فيه مجموع الحصص صف او عمود المهم اعرف مجموع الحصص النصاب الفصل كام في الاسبوع ومجموع الحصص في كل حصة الحصة الاولى يوم الحد الحصة تانية يوم الحد كام حصة شغالة او كم حصة لو الفصل عنده اي حصة يعني اه مش موجودة في مكانها فطبعا هيظهر معايا في اه معينة الطباعة مباشرة وهيكون ظاهر معايا في النصاب ده ازاي نعرض الكلام ده او ازاي نوصل الكلام ده ده اللي هنعرضه في وفيديو الحالي بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر جرس التنبيهات كمان مهم جدا تعمل لايك لأول الفيديو في أول الفيديو كده لأن ده بيساهم في نشر الفيديو آآ للآخرين آآ بنشكر كل من يدعم القناة بالانتساب للقناة من خلال الضغط على زر الانتساب آآ أسفل الفيديوهات أي فيديو على القناة نبدأ على بركة الله هروح لمعاينة الطباعة من تابق الرئيسية معاينة الطباعة هيظهر عندي هنا ده اللي شغال ده جدول حصص مفردة للشعب الدراسية أنا عاوز جدول حصص عام جدول عام للشعب الدراسية الشعب الدراسية اللي هي الفصول يعني يعني قول أول 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 تاني قول تالي تاني تاني تالت وهكذا عندي تسع فصول يعني عاوز أعرف نصاب الفصل ده كام قول أول في الحصة الأولى شغلت تسع حصص ولا لا تانية الحصة التانية شغلت تسع حصص ولا لا تعالي نعدل بس على الولى أول في الحصة الأولى آسف جدا جدا مش قصدي ده. اه اولى اول في حصة اولى خلينا ناخد الحصة دي تحت. بتاعت اولى اول دي نسيفها تحت. وناخد اولى اول كمان في الحصة التانية. هنا اولى اول ننزلها تحت. اولى اول ننزل كمان اولى اول مرة هنا كمان. يبقى احنا كده نزلنا تلت حصص تحت. عشان يظهر معنا هناك في اه المعينة. اروح لمعينة الطبعة مرة تانية. هنا اولى اول طبعا هنا لاحظ هنا مفيش اولى اول مش شغالة. لا الاولى ولا التانية ولا الخمس ما فيش حد عنده ماشي لان الجدول اصلا انا يعني بواصته دلوقتي عملت له تخريب كده يعني كده يعني هروح بقى ليه انا اللي عاوز اعمله ان انا اضيف اه صف تحت هنا فيه انصبة الايه الحصة دي الحصة دي خدت كم حصة هروح اللي هنا في حاجة اسمها من معينة الطبعة في حاجة اسمها اعمدة وصفوف اضافية هضغط عليها انا عاوز اضيف صف والعمود انا عايز اضيف صف يبقى صفوف اضافية الصف ممكن اضيف اضافة اربع صفوف معايا تلقائي حاليا اروح لأول واحد ده واضغط عليه واقول له انا عاوز مجموع الحصص يعني صف تحت كده يكون فيه مجموع العمود ده في اخر الصف اخر صف تحت هنا ماشي مجموع الحصص مكتوب هنا اقول له موافق فيظهر معايا هنا لاحظ كده اولى او الحصة الاولى يوم الحد هنا كل الفصول شغلة معادة اولى اول فهنا مديني تمانية هم اصلا تسع فصول تمانية تمانية تسعة تسعة تمانية يعني هنا هنا فيه مشكلة ايضا وهنا كمان الخمسة هو طبعا حسيب لي ان الرابعة والخمسة مع بعضك انهم حاجة واحدة فعشان كده فيه فيه مشكلة كل ده شغال شغال معادة الاماكن اللي انا يعني خربتها كده بايدي وافسدت النظام بتاعها بايدي ماشي فكده انا عرفت ان هنا فيه مشكلة في الحصة الاولى والتانية يوم الحد وهكذا طيب دي الطريقة ان انا اضيف العمود الصفلة ازاي اضيف عمود في نهاية الجدول من هنا كده فيه نصاب اولى اول كله الاسبوع كله 35 حصة او 33 او 32 او غيره واولى تاني عندهم كم حصة شغالة بنفس الطريقة من اضافة اعمدة وصفوف اضافية هروح للاعمدة اضافة اعمدة فوق واضافة صفوف تحت الاعمدة دي هقول له العمود ده انا عاوز فيه طبعا بديني بقى خيارات كتير من ضمنها مجموع الحصص وده اكتر حاجة بنستخدمها مجموع الحصص واقول له موافق على طول فجاب لي هنا كلمة مجموع الحصص وقال لي ان اولى اول نصابها اللي شغالين دول حد لوقتي 32 وثلاثين اولى تاني 35 خمسة وثلاثين كل الصفوف شغالة 35 حصة في الاسبوع لان كل الحصص خمسة ايام في سبع حصص بخمسة وثلاثين معادة اقول اول اللي انا شلت منها ثلاث حصص فاصبح اثنين وثلاثين طبعا نرجع الحصص بتاعت اولى اول كده نعمل اغلاق للمعينة واخد الحصص دي يدويا كده اضيفها في مكانها كانت في الاولى تقريبا ودي اضيفها في مكانها عند معالم ده مش ده ده اه ناخد دي الاول نضيفها هنا الفدنية في التانية ودي هلاقي لها مكانها هنا ايوا بالزبط كده يبقى انا كده ضيفت التلاث حصص في مكانهم واروح لمعينة اطباعة مرة تانية هلاقي ان تم هنا ايه اه تعديل الرقم ده ممكن اكبر الرقم ده شوية بتضغط كليك يمين فتظهر النفذة دي اه اكبر من هنا من زر التكبير ده او اكبر من الرقم اللي مكتوب ده واقول له موافق وممكن كمان بالضغط على كليك يمين كده واقول له خليه بولد وايتاليك واندرلاين وكل حاجات دي ماشي فيظهر معي الرقم بصورة كبيرة كده وواضحة جدا ودي فيها طبعا الانصبت بتاعة الفصل بقى بص هنا مباشرة اعرف الجدول ده منضبط ولا في حاجة غلط ابص تحت كده الاقي برضو الجدول انضبط معي في الاسفل هنا في الصف اللي انا ضيفته الزائد في النهاية طيب لنفترض ان انا عايز اتخلص من الصف ده او احذفه والعمود ده كانان نعرض المعلومة دي فهروح على العمود واضغط عليه لا مش من هنا ده انا هعمل اغغاء دي او سكيب هروح لاضافة اعمدة وصفوف اضافية نفس النافذة في معينة الطبع من هنا نفس الايقونة واروح على مجموع العمود اللي انا ضيفته ده وفيه هنا حاجة اسمها فارغ فارغ ده هيسيب العمود زي ما هو موجود بس هيسيبه فاضي كده وقل له موافق اه كده العمود فارغ اهوت ما فيهش اي بيانات طيب انا اصلا مش عاوز العمود ده مش عاوز يكون موجود اصلا انا عايز احذفه ومش احذف البيانات اللي جواه يبقى من اضافة الاعمدة للصفوف الاضافية وهروح على الكمبو بوكس ده شايف انت فوق فارغ في حاجة هنا خيمة فارغة اها اللي هي دي هضغط عليها كده وبعدين اقول ما تحذفش اي حاجة واسيبها بس لما هي كده وقل له موافق فيتم حذف الصف الاخير العمود الاخير اللي كان تم اضافته بنفس الطريقة مجموع الحصص اللي تحت ده اللي هو الصف الزائد اللي في الاخر ده هروح لاضافة اعمدة وصفوف اضافية واختار من القائمة دي اول قائمة فوق مش فارغ لو اخترت فارغ هيسيب الصف زي ما هو موجود بس ما فيهوش داتا يعني ما فيهوش التسعات اللي مكتوبة دي طي انما لو اخترت القيمة اللي فوقها دي اللي هي فارغة تماما دي الفاضية دي ماشي اللي مفيش مكتوب فيها حاجة هنا وبعدين قلت موافق فهيتم حذف الصف اصلا الصف بالبناء بتاعه كله بالخطوط الافقية والرأسية بتاعته الصف بصورة كاملة ده بكده يبقى احنا يعني سهمنا في يعني شرح المعلومة دي بصورة ان شاء الله تكون يعني بسيطة وواضحة واضحة ومباشرة اضفنا صف وتحكمنا في اه الخيارات اللي فيه وازاي نعمل فيه يكون موجود فيه اه نصاب العمود الحالي واضفنا عمود في نهاية الجدول في انصبة الفصل كله لكل ايام الاسبوع وكل الحصص اللي في الاسبوع بحيث ان يظهر معايا في الجدول لو في اي خالل او حصة مش في مكانها او حصة يعني اه لم يتم توزيعها او كده تظهر معايا في اه معاينة اه دي المعلومة اللي حاولت اشارك بها في الفيديو الحالي يارب تكون معلومة مفيدة ونافعة مرة تانية بنشكر كل ما ليساهم في اه الانتساب للقناة دعم القناة ماديا دعم مباشر لي يعني اه محاولة استمرار تقديم الافضل ان شاء الله ودعم المحتوى التعليم العربي لو انت شايف ان فيه بعض الفائدة في الفيديوهات بتاعتنا ما تبخلش علينا ابدا سواء بالمشاركات او المشاهدات المباشرة من اليوتيوب ما تنزلش الفيديوهات على الكمبيوتر وتشافيء شاهدها شاهدها مباشرة من اليوتيوب لأن ده بيدعمنا كثيرا كمان الانتساب للقناة ده شيء مهم بالنسبة لنا جدا يعني بنشكركم عليه وبندعو اه باقي الاعضاء لعمل الانتساب باي مستوى من مستويات الانتساب اللي تقدر عليه ده يعني بيسعيدنا كتير شكرا لحضراتكم انتظرونا في الفيديوهات القادمة وما تنساش تكتب لنا في التعليقات نحب دايما نقرأ اسمك في التعليقات كل فترة كده ده شيء يعني بيدل على حسن التواصل وحسن يعني التعاون والتراحم والتواد بيننا شكرا لحضراتكم وإلى لقاء قريب كنتم معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة